تصرف الناقص اليائي في الماضي أتذكر الناقص اليائي يصنف إلى واحد ناقص واوي مثال ذلك سمى يسمو خطى يخطو دنى يدنو اثنان ناقص يائي مثال ذلك بكى يبكي سعى يسعى جرى يجري الوزن فعلى يفعل المثال ماذا يمضي فعلى يفعل سعى يسعى فعلى يفعل نسى ينسى أتعلم تعرف الناقص اليائي في الماضي الأفعال ماذا يمضي رضي يرضى سعى يسعى الزمائر المتكلم أنا مضيت رضيت سعيت نحن مضينا رضينا سعينا المخاطب أنت مضيت رضيت سعيت أنت مضيتي رضيتي سعيتي أنتما مضيتما رضيتما سعيتما أنتم مضيتم رضيتم سعيتم أنتنا مضيتنا رضيتنا سعيتنا الغائب هو مضى رضية سعى هي مضت رضيت سعت هما مضيا رضيا سعيا هما مضتا رضيتا سعتا هم مضوا رضوا سعوا هن مضينا رضينا سعينا القواعد إذا تحركت عين الفعل بالفتحة لا يطرأ تغيير على حركة عين الفعل أبدا لا يحذف حرف العلة إلا عند اقتران الفعل بتاء التأنيف سعى تا سعت سعيتا سعتا بواوي الجماعة سعى و سعى إذا تحركت عين الفعل بالكسرة لا يطرأ تغيير على حركة عين الفعل إلا عند اقتران الفعل بواوي الجماعة فتقلب الكسرة ضمة رضو لا يحذف حرف العلة إلا حين يقترن الفعل بواوي الجماعة رضو التمرين الأول أعد كتابة الجملة وأسندها إلى ما هم بين القوسين نسي درسه بعد أن حفظه فرنى إلى المعلم مستعطفا حفظته حفظناه حفظناه الإجابة نسي درسه بعد أن حفظه فرنى إلى المعلم مستعطفا نسيت درسه بعد أن حفظته فرنى إلى المعلم مستعطفا نسينا درسنا بعد أن حفظناه فرنونا إلى المعلم مستعطفين التمرين الثاني أسند الأفعال إلى ما يشير إليه الضمير المتصر بالناسخ لأنه حفظ الودا ورع العهد فقد اخترته صديقا لي لأنك لأنك الإجابة لأنه حفظ الودا ورع العهد فقد اخترته صديقا لي لأنك حفظت الودا ورعيت العهد فقد اخترتك صديقا لي لأنك حفظت الودا ورعيت العهد فقد اخترتك صديقة لي التمرين الثالث استرشد بالجملة التالية واسندها إلى الضمائر أنتما وأنتم الرضي أن أنظم إلى نادي الموسيقى فسعيت إلى تسجيل اسمي الإجابة الرضي أن أنظم إلى نادي الموسيقى فسعيت إلى تسجيل اسمي أنتما رضيتما أن أنظم إلى نادي الموسيقى فسعيت إلى تسجيل اسمي أنتم رضيتم أن أنظم إلى نادي الموسيقى فسعيت إلى تسجيل اسمي التمرين الرابع أعيد كتابة النص مستندا إلى ظمير الغائبين والغائبات خشي أن يفشل في الامتحان فقد وقتا طويلا في المراجعة الإجابة خشي أن يفشل في الامتحان فقد وقتا طويلا في المراجعة ظمير الغائبين هم خشوا أن يفشلوا في الامتحان فقد وقتا طويلا في المراجعة ظمير الغائبات هن خشينا أن يفشلنا في الامتحان فقد وقتا طويلا في المراجعة ترجمة نانسي قنقر